السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبي ومتابعي عادل فتح في كل مكان. شكرا لكم ما تنسوش اللايك. وزي ما قلت لكم اللي عنده اي صفحة على الفيسبوك على الفيس يحاول ينشر هزا الفيديو علشان خاطر القناة تكبر. وشكرا لدعمكم. انا في غير الشكر. جمعا بركة عليكم. ويا رب. اه كده كل الايام تبقى سعيدة عليكم يا رب. تحياتي لكم جميعا. النهاردة في ايه يا عم عادل? اولا في المغرب حنبارك لها في عجالة. وايضا عندنا اه موضوع مغتربة اللي تطورت في الاحداث وتدخلت جهات سيادية وشخصيات مرموقة كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية وفتح التحقيق. فيما حدث واللي هي كانت ايضا مغتربة بتقول انتو مش عارفة لانتو بتفتحوا الملف ده. خلوه مقفول بدل ما اروح اه يعني اشنقها او اجيب لها حكم بالشنط يعني. مع ان ده ده كاريس ان الانسان يقول اعدم او اجيب عشر سنين سجن طبعا الموضوع بيبقى في ايد الدولة وقوانينها وهي اللي بتحكم والقضاء بتاعها اللي بيحكم او بيفصل ما بين الاطلاق. معلنة. وايضا فيه جزئية بسيطة جدا هتبقى في الاخر وهي بين ابن حبيبي اه محمود مافيا صاحب قناة منوعات مافيا تيفي. انا مختلف معاه والاختلاف في وجهات النظر لا يفصل للجد قضية. انا بقول ان السحر انتهى منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيقول لا السحر موجود لحدة النهاردة. انا هقول له وجهة نظري لان هو قال وجهة نظره في قناته واي واما حطت على فكرة الفيديو بتاعه في المنتدى عندي اللي عايز يشوف وجهة نظره. وايضا لو هو ليه حق الرد يبقى يرده لان هو من الشخصيات الدسمة اللي انا بعتبره من احد ابنائي اللي على اليوتيوب زي ما انا عندي بنات كتير جدا زي ماجي اللي انا بحط لها في المنتدى. وهي من الشخصيات برضو اللي احنا عايزين ندعموها يا جماعة الخير. لانها هتبقى حاجة كويسة جدا جدا جدا. طب يا عم ما اتطولش بقى انت دخلت الفيديويتين حاضر. بعد المواضيع الاخيرة وبدأ يتصاعد تاني موضوع حرية. وبدأ ان موضوع حرية ان احنا نستهزأ بيها. ونستهزأ انها بتقبض الف وخمسمائة ريال دي ايه? وخدامة وكده. حتى ما قلناش انها مربية او يعني مربية في البيت. دي خدامة وايه اللي هتجيب للخدامة? والاساءة لها والاساءة لشعبها. وخاصة الشعب الاريتري ده من اطيب شعوب العالم يا جماعة الخير. هو اطيب من اطيب شعوب العالم ومن افطر شعوب العالم. ولذلك هما بيرضوا بالمرتبات اللي هي انه اعتبر نقوله بسيطة. لما نقول الف وخمسمائة ريال يعني تقريبا تسح تلاف جيني مصر او عشر تلاف. بس هتبقى واكلة وشربة يعني دولت بيروحوا لأهلها. ولكن انتو عارفين ان اهل السعودية اهل جود واهل كرم. ده الراتب الاساس اللي بيقبضها بكتوف في العقل مع الكفيل او اللي هي هتقضبه كل الشهر الرسمي اللي بيتحول لها في البنك وبيروح لأهلها. لكن اهل البيت اكيد بيكونوا ناس كرماء جدا معاها. وخيرين جدا ومش مخلينها محتاجة حاجة. واكيد وانا متأكد انها بتاخذ ضعف هذه المباني. فالمهم انتو عارفين الحكاية ومش عايزون نذكرها تاني واللي حصل والمصحف والسحر ومش عارف ايه. وهي كانت بطرى فيها انها مسالها الاعلى خاصة بعد صورة الواقع والكلام ده. وان اتهمتها بالتحرش وملامسة الجسم ويعني كلام انتو فاهمينه. وضع ايتها على ظهرها ثم النزول على مناطق حساسة في جسمها. وانا يعني كل شيء طبعا وان الشيء كل شيء اكيد متصار ومتفرع ومتسجل لان الموضوع لما اصير في النقطة ديت اكيد المول خدر الاجراءات الاحترازية وما مسحش ما عملش دليب للتصوير لان ممكن يحتاج دي. المهم تدخلت احد الشخصيات الكبيرة جدا في المملكة العربية السعودية وكزا الشخصية وانا اتواصل ايضا مع بعض اهالي اختنا حرية بس هما مش في المملكة العربية السعودية في الدول اخرى. اه حرية الاريترية. ولتقديم كل العل لهم وكل الدعم المادي والعيني وكل شيء لان ربنا مايرضاش بالظلمة ابدا ابدا امريك. على الجهة الاخرى ان الزوج كان اه حزر زوجته انها اه ما تتكلمش خالص لا في الدين ولا في السياسة. اه طبعا هي مزجة بين ده علشان المشاهدة. ودي اللي حتصره التحقيقات هل هي ذكرت موضوع السحر واتهم اه المملكة العربية السعودية ان فيها ناس ومين اللي عمل ومين تتسطرت ليه? وقالك تسح تشهر ليه? وما قدمتش قدامها اه في الجهات المعنية او جهات التحقيق. شكوى في هذه المرأة انها عملتلك سحرة حتى نصل ليه تتسطري عن متهم. ما التسطر عن المتهم ده كارسة. ده لو كانت السيطة حرية الاريترية هيزبط عليها التهمة. وانا متأكد زي ما انا متأكد منكم انها بريئة مئة في المئة. وده اللي هتزبط وقال احدها. اه حذرها كثير جدا. اه من انها تتكلم في السياسة وتتكلم في الدين وحتى كان حذر. وانا بقول لكم اهو. زوجها كان حذر جدا وهو بيتكلم في الموضوع ده. ولم ينطق قلمة سحر. قال ممكن حسر. لانه هو عارف ومش عايز لسانه ينطق. كلمة يتحسب بها. قال هي لما جات من السعودية حصلت مشاكل بينه وبينها. نتجه من الحسد. اه ممكن اتحسدت ممكن حاجة. ما قالش كلمة سحر يا جماعة. انا ما سمحتوش. في الناس بيقولوا لا. دي قال سحر والله ما سمحتو. وليس دفاعا عنه. انا كنت بشوف انه بينطقي عباراته بعناية شديدة. لان قولك انا انا حذرتها انها ما تتكلمش في الدين ولا في السياسة. حتدخلنا في الهم والغم. فالحاجات دي بعيد. طلقت في الفترة الاخيرة كل فيديو لازم تذكر اه شخصية اه ما نعرفش هل هذه الشخصية حقيقية او شخصية واهمية. وتذكرها بالاسم انها احد الاميرات السعوديات والصبح في الفطر بتكلمها والظهر بتكلمها والعصر بتكلمها والمغرب بتكلمها. في ناس قال لك مستحيل. المنطق بيقول مستحيل. لان اه هي جايز جابت هذه الشخصية. اه علشان خاطر ترعب بيها المرأة الاريترية. يعني معناها ان انا اه متصلة باحد الاميرات السعوديات من الاسرة الحاكمة. يبقى ايه الست الهزاز يعيني وتقعد في التنفض. ممكن تقعد في المملكة العربية السعودية. لا هناك فرق بين امير وبين اصغر مواطن. فالكل سواسية امام الاجراءات واللي بتتخذها القانونية ضد اي مواطن اه هناك. فكل ضحت الصروح اه على الجانب الاخر. وفيه شخصيات انا مش عايز اذكر اسمها لانها ذكرت ومستشارين وكبار جدا شخصيات مرموقة في المملكة العربية السعودية. وبدأ فتح الملف مرة اخرى. حتى كل واحد زي ما بقوله ياخد حقه. ودي حاجة بزعل شحان. اه كان المفروض انه والنهاردة كده كانت اه مدام عابير الرسول كانت طلعت فيديو او قالت لانها كانت ايضا متجهة ما اعرفش الوضع ايه ما فيش اي حاجة على المنتدى ما فيش اي حاجة. وكان ايضا يوم الخميس اللي هو امس. برضو مغتربة وزوجها. انا بقول لكم على كل التفاصيل ما نظهروش اي حاجة. كانوا قالوا ان هما حيتغدوا غدوا سمك مع اه الاخ اللي هو صادقهم. اه انيس اه وفي شغل ومش عارف ايه بيزنس اه هي دوامة هنشتغل فيها تاني. بين انيس وبين الزوج ومش عارف ايه. مطلوب ان احنا نقول ماشي ان نصدقوا وان هياكلوا هيتفقوا اه على كتب الكتاب ونطلوب برضو ان احنا نوافق وان الزوج رفض التصوير اه ومش عايز مفروض برضو ان احنا نقوله ماشي احنا اه هنظل نتابع هذا الحدث لان الوضع دلوقتي مش انا بنقى الحياة الشخصية. انا بعمل مسح للهد. يعني ما نسال يعني مسلا قالت ان الزوج بكف كف وتعبانه ومش قادر وسايبهه علشان كده احنا هناجل لحدة يوم الساعة. وطلع الزوج بعدها بربع ساعة بيعتذر لما دام عمين. وكزا حاجة. فدلوقتي احنا مش عارفين الحقيقة فين? انا ريحة اهاجر. انا ريحة امريكا. انا اه هطلع عمرة. انا الاميرة فلانة. انا اه هروح لها. انا هاخد شقة على النين. انا هاخد شقة في الشيخ زايد. كلها اشتغلات مفيش اي حاجة ولا اي حاجة. هي مرة واحدة زارت احد اخوتها اللي موجودين في الشيخ زايد. ولما لقت ان اختها مستواها المادة مرتفع جدا. فضلت تكل في ضوافرها. نفس الشيء حصل لها. لما راحت عند احد الاسر اه في المملكة العربية السعودية. جات مطلق بطر. نفس الشيء ده حصل لها. لما راحت اسبانيا وشافت المزرعة وشافت الريف وشافت اسبانيا وراحت عندها وشافت الكلاب اللي متصلة بالامر الصناعي. والناس بتتشكك. اطلع يا مدام مختار باقول لهم. في يا جماعة لموظة كلاب بتبقى محطوط لها نحاسة تحت ورا الافاة دي. بحيث لو تسرق ولا حاجة. هو انا بجيب حاجة من عندي يا جماعة. دي جماعة. انتو فاكرين انها كلاب خربات ولا كلام مين ده? ده كلام مش عايز اقول لكم بتاكل بقديه في السنة اللي تحصل لكم. لا اتدح اكونيش انا اعصابي تعبانة وربنا يعني. خلصت كده الجزء ده عايزين نخشه في نفس الموضوع اللي يخص ايضا هزا الموضوع. وهو السحر. انا يا جماعة تتركبتي وعقبتي لأعترف بالسحر. طب هفترض ان فيه سحر التفريق. طب ليه احنا ما نفرقش? مسلا ما بين رئيس امريكا ورئيس الكلام الاسرائيلي او رئيس ازا كان السحر بيجيب نتيجة وبيلغبط وبيجيب مش عارف حالات وهوس وتعب. طب ما نسحر اعداء انا بدل ما نقوم علوم بالسواريخ وبالنظالم وبقاذفات اللهب ما انا اسحره. فانا لا اؤمن بذلك. ودي جسدتها السينما المصرية في فيلم البيضة والحجر. البيضة والحجر اللي هو عم زباخ. اللي كان ويطلع الدم من الحنفية. واحمد زاكي خد شغله واشتغل حتى وصل احمد زاكي لرؤساء الدول ورؤساء وزارات واستعينوا به في كل انحاء العالم على انه اه صاحب اه صاحب فضلة او صاحب المكارم اه كان يقول عليه كده. الكلام ده غير صحيح بالمطر. ودي حاجات اه تلاصم. ولذلك في مصر بدأ يستخدم هذا الكلام واستخدام الجن والسح من اجل ايه برابع عليك يا محسين ايوة كده فوقي ايوة كده فوقي سيبك من الزهايمر واللي جالك ده عايزك تفوقي. ان بدأت الناس تبحس عن مقابر القدماء المصريين والمميئات ويخشوا وينقبوا ويسروا وقصار به. ودي كانت في قضية كبيرة جدا بتاعة علاء حسنين. والدكتور حسن راتب صاحب خنوات المحور وصاحب مصانع الاسمنت وطلاث اربع جامعات وكليات والدنيا مقلوبة ومازال هم حاليا اه جهت التحقيق. وكانوا جايبين معدات بخمسين مليون دولار حاجة زي كده علشان لواضر ويفحروا على ان اه علاء حسنين ده بيستخدم الزئبق الاحمر وكان قبل كده اه القرى والكلام ده ولعت. الكلام ده غير موجود يا جماعة. الكلام ده انا مش مقتنع بيه. ان انا قرية تولى علشان الجن اللي هو مولحها. ليه? علشان ايه? لانا بقول لا يوجد سحر بعض الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس هقولك يا عم عادل نصل الى القرآن. هناك نص في القرآن بيطولوا بالكم. هناك نصوص في القرآن لا تطبق الان. هناك في حاجات في القرآن ذكرت لا يمكن تطبقها الان او لا تطبق. يعني مثلا الجزية اللي مذكورة في القرآن لم تعد موجودة تماما. ملكات ايمانكو. غير موجودة حاليا. ما كان دي موجودة في القرآن. يا جماعة عاملونا بلغة العصر. لكن بعض المشعوزين بيحطوا مواد مخدرة. وانا هنا ناصح راشد للسيدات. انكم لا تلجعوا الى هذا الكلام مطلقا. وإلجعوا الى كتاب الله والصلاة وتلوت القرآن. والتقرب الى الله. والزكاة. وكل والصوم والحاجات دي تقربوا الى الله. فبيجي الواحدة تروح عند المشعوز. يبدأ المشعوز يطلق البخور. اشتاة اشتاة. هات الفرخة والككوت. هتيلي سبع بيضات من بضين يوم سبت. وهتيلي دا كارين بط يكون في كل واحد حتة بيضة من هنا. وهتيلي حدية بيضة يتيمة. وحدية السودة لائمة. وشوية حرانكة الشوية بيض مم. طب هيها حتجيب له سبع بيضات من بضين يوم سبت. ماشي. هتجيب له دا كارين بط كده. طب هتجيب له حدية بيضة يتيمة. وحدية سودة لائمة من ايه? هتمسك الحدية ازاي? وهتعرف ان دي يتيمة ازاي? ودي لائمة ازاي? فهنا يلجأ المشعوز الى محاولة استياضها ولا اعتداء عليها جنسيا. فيقول لها فين? انا تقول له خد البيضة هي سبنا الشيخ. انا الحدية البيضة اللائمة? انا الحدية السودة اليتيمة? ما عرفتش اجيبها اجيبها مني يا اه 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 يا عم الشيخ. وهو ولا شيخ ولا حاجة ولا يعرف 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 ويكتب. حاطت في البخور مواد مخدرة. فيبه سامحوها ياهن السماح. دهاب لو ما تعرفش حاجة. worldwide ضعفة. بيقول له نعم لابد ان استخدم معاها السحر السفلي. ويبدأ اني فيه موضوع سحر السفلي. وانا مش عايز اتكلم فين يتلامس جسمها. ويضع ايده على بعض اجزاء حساسة من جسدها. وخاصة مناطق العفة بتاعتها. علشان مش عارف ايه. عشان هي ما عارفتش تجيب الحداية البيضة اليتيمة. والحداية السودة اللائمة. فعايز يعرف مكان الحداية البيضة اللائمة. انتهت دحكوني. والحداية السودة اليتيمة. ويبدأ هنا يقول لها لازم اعرف مكانهم فيه. يبدأ هنا الست للأسف جلسة مع جلسة مع جلسة بتستسلم له. وبعد كده يقول لها انت عندك بنت متجوزة لازم تجيبها معاكي. ولو حتى بنت ابنوت هكذا اللي بيحصل. للأسف الشديد. خلي بالكم كل ده دجل وبيتم الاعتداء للأسف عليهم جنسيا بهدف ان عشان يجيب لهم الحداية البيضة اليتيمة. والحداية السودة اللائمة. كل التحية كل الاحترام لمحب ومتابعة للفتحة في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله.